وفقا لبعض المراقبين يا أحمد إذا كان الهدف من وراء العملية الإسرائيلية هو إخماد الرشاقات من قبل الفصائل طيب القسم أعلنت إيقاف مؤقت للقصف باتجاه تل أبيب لمدة ساعتين ومع ذلك الأمر ما زال هو على حاله من قبل القصف الإسرائيلي فكيف لهذه الكلمات أن تكون محط واقع نفهمه جميعا الأمر ليس كما تقول ليس الأمور هكذا لا تدار المعركة العسكرية بهذه الطريقة الذي يدار بهذه الطريقة بأن الجانب الإسرائيلي لن يقف أبدا ويقول بنيمين التانية هو وفقت على وقفة لقنار هذا لم يحدث أبدا خلال كل الجوالات التصعيد الأخرى الذي يحدث عمليا بأن الجانب الفلسطيني وهذا حدث في عام 2014-2012-2008 حدث نفس التكتيك الذي نحن نتحدث عنه نحن لا أقول أبدا بأن هناك وقف الحرب ولا أقول بأن هناك تهديئة ولا أقول بأن هناك وقفة لقنار ولكن نحن نقول بأن هناك إشارات إيجابية وذلك للتوصل إلى وقفة لطلاق النار إيجابي من قبل الفلسطينيين وأيضا من قبل الإسرائيليين آخر صفرة انظار أطلقت قبل حوالي ساعتين من الآن وهذا أيضا لافت للانتباه في العادة هكذا تتم الأمور بأن الفصال الفلسطينية تتوقف المقاومة الفلسطينية تتوقف عن إطلاق النار أفكر بأن هذه هي الطريقة التي كانت متبعة نحن نقرأ الوقائع كما تجري وبعد ذلك يكون هناك قصف إسرائيل ويستمر القصف عما يسمى بالضربة الأخيرة ودائما إسرائيل تريد أن يكون لها الضربة الأخيرة ودائما تحصل على الضربة الأخيرة عموما هكذا هي جرة العادة هذا هو الواقع الذي نحن نتحدث عنه وهذه هي البينات التي بين أيدينا الآن دعنا نركز مرة أخرى ما الذي حدث الرئيس بايدن الرئيس الأمريكي مرة أخرى اتصل بي الرئيس الفلسطيني ولكن أيضا اتصل بي بنيمينة هو هنا الأمر الهام وتحدث معه في حوار طويل وهذه المرة الثانية التي يتحدث فيها بايدن مع الرئيس الموزول الإسرائيلي يوجد وفد أمريكي موجود في إسرائيل الذي يتواصل مع الإسرائيليين وأيضا مع الأطراف العربية الأخرى وتحديدا هنا الحديث مع الوفد المصري الذي هو أيضا يدير هذه العملية بالتواصل مع الفصائل الفلسطينية الآن يتحدثون في الفصائل الفلسطينية تحديدا حركة حمس عن وقف لإطلاق النار لبضعة ساعتين يتحدثون عن ساعتين ابتداء إسرائيل لن تلتزم سوف تقوم بمجموعة من الضربات الأخيرة التي أنت قلت عنها بأن إسرائيل تريد أن تكون صاحبة الضربة الأخيرة وهذا هي العداء هي صاحبة الضربة الأخيرة وبغض النظر ما هي الضربة هل هي موجعة هل هي مهمة أصلا المهم أن تكون أخير الآن الجانب الإسرائيلي بعد ذلك يقف بلا شك هذا هو الغرور الإسرائيلي المعروف ولكن بن يمين التنيه وقف في خطاب مقتضب باللغتين العربية والإنجليزية ولفي قال سوف نستمر بهذه العمليات العسكرية ولكنه قال أيضا جملة هامة قال نحن قد حققنا إنجازات على المستوى العسكري وقتلنا العديد من المقاتلين وحيادنا العديد من المخزن الأسلحة وما إلى ذلك وقال بأن العملية مستمرة العملية مستمرة حتى وقف إطلاق النار وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة الذي عمله أنه هو الآن هو الذي حدف هو الذي بين أيدينا الآن نحن لا نشاهد صواريخ تطلق من قطاع غزة بالنسبة للمجتمع الدولي هذا هو الذي كان مطلوبا أن يكون هناك وقف إطلاق النار غدا هناك جلسة الأمم المتحدة الجلسة العلنية محرجة جدا سوف تكون لإسرائيل خاصة وأن الولايات المتحدة تضغط بأن يكون هناك وقف إطلاق النار لكن يابو ديري أبو ناموس منذ دقائق وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس الزورق البحرية ربما تستهدف بعض النقاط في بحر غزة أليس كذلك؟ ألا يعتبر خرقا لمحاولات تهديا؟ نعم وهابا سوف يستمر بلا شك لأن عملية إسرائيل لم تعلن وقف إطلاق النار من جانبها يعني إسرائيل لم تقل بنيمين تنينيهم لم يقل نحن وفقنا على وقف إطلاق النار ولا وفقنا على أي مبادرة لا المبادرة المصرية ولا الروسية ولا حتى إن كان هناك محاولات للضغط إذن إشارات التهديئة تأتي من طرف واحد بينما يقال وبينما يمارس وبينها هي التجربة التي تتم بينما يقال الذي يقال بأن بنيمينيتون يقال أنا مستمر في العملية العسكرية الذي يمارس على الأرض بأن إسرائيل تعلم تماما بأن الحرب قاربت على الأقل بأن حماس وافقت على وقف إطلاق النار بغض النظر عن الأسباب من الضغوط وأيضا بأن عمليات لا يوجدون لك المزيد من شيء يمكن لإسرائيل أن تفعله على الأرض إلا أن تقتل كل أهل قطاع غزة والتجربة التجربة تقول بأن إسرائيل تحافظ دائما على اختراق وخرق وقف إطلاق وأنا أتابع الحرب من كل تلك السنوات كل دائما الفصائل تعلن نقف إطلاق النار وإسرائيل تختاريقها بعام 2008 تم إعلان نقف إطلاق النار ثلاث مرات 2008 ثلاث مرات تم إعلان نقف إطلاق النار أن تقول بأنها لم تلتزم بوقف إطلاق النار وما زال لديها شروط تريد تنفيفها على الأرض هذا في المحصلة ماذا يعني؟ هذا في المحصلة يعني بأننا منفو ستة أيام في حرب طاحنة الآن في هذه الساعة هي الفرصة الأولى المرحلة الأولى لا نقول نهاية الحرب ولكن نقول بأن المرحلة الأولى التي يظهر فيها إشارة إيجابية لوقف هذه الحرب الدموية التي تتم في قطاعها يمكن الفصائل بعد ساعتين من الآن تعود إلى القصير التهدئة يا بوديري التهدئة مبنية على أسس أليس كذلك؟ ولها شروط ولها بنود ومن ضمن هذه البنود مسألة وقف المستوطنات أو إيقاف عمل المستوطنات هو أمر يتحفظ عليه الجانب الإسرائيلي هل عبرنا هذه النقطة في التفاوض؟ لا يوجد هناك أي نص بخصوص مسألة الاستطان وما إلى ذلك هذه الحرب عندما بدأت حملت عنوانين رئيسيين المسجد الأقصى وشحي الشيخ جراح أحد أعضاء وأبرز قادة حركة حماس موسى أبو مرزوق قالها بوضوح قال يجب أن تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى ويجب وقف الإخلاء القصري للإهالي الفلسطينيين الثمانية وعشرين عائلة من الشيخ جراح نتفكر مرة أخرى لماذا اندلعت هذه الحرب؟ اندلعت هذه الحرب هتان النقطة تانية أحمد هل وفق عليهما الاحتلال؟ نتنياهو أصلا بالعلن الحرب بالنسبة له هي مستمرة لا يوجدون لك صفقة ولا يوجدون لك اتفاق ولا يوجدون لك وقف الحصار عن غزة أو ادخال البضاء هذا كله لا يتم الحديث عنه الآن الآن الحديث حول محاولة أولية لوقف لإطلاق النار ولكن ما الذي كانت تريده الحماس تحديدا والجاد الإسلامي الفصائل التي شنت هذه يعني بدأت في الضربة الأولى في السبع صواريخ التي ضربتها بالقدس كان عنوانها وقف اقتحام المسجد الرقص وهذا مهم وهذا مهم للمشاهد كيف بدأنا بالحرب لكي نعرف كيف ستختم الحرب لم تبدأ بصرب الحصار على غزة طبعا هناك أسباب كثيرة ولكن عنوان الحرب سبع صواريخ أطلقتها حماس باتجاه مدينة القدس وذلك نتيجة الاعتداء على المسجد الأخصى بعد ذلك بدأت إسرائيل بشن هافية الحرب طبعا الأزمة بدأت من موضوع الحواجز المعدنية في الباب العمود وحي الشيخ جراح واختلاع 28 عائلة ولكن ما طلبته الفصائل معلنة بذلك قضيتان المسجد الأخصى الذي عمليا توقفت إسرائيل عن اقتحامه وموضوع 28 عائل هذا يعني بحاجة الشيخ جراح هذا الذي طلبته عمليا الفصائل علما والشيخ جراح هذا الذي طلبته عمليا الفصائل معلنة إسرائيل وتحديدا نيتنياهو نتحدث عن إسرائيل كلها نتحدث عن نيتنياهو رئيس الوزراء قال الحرب مستمرة وبذلك لغاية أن يكون هناك إعادة الأمن والأمان في المنطقة وأن يتم إيقاف كامل لإطلاق الصواريخ جو بايدن يا أحمد بما أن إسرائيل مستمرة بالحرب لغاية أن تتوقف جو بايدن مع نيتنياهو وليس جو بايدن مع اتصاله الهاتفي مع عباس يعني هو مع نيتنياهو يؤكد على الالتزام الأمريكي باتجاه أمن إسرائيل وحق دفاعها عن نفسها بينما في اتصاله الهاتفي مع عباس هو يقول ويؤكد على تعزيز الشراكة الأمريكية الفلسطينية يعني أنا لا أفهم إذا كان الأمر هو ازدواجية للمعايير أم هي دبلوماسية أمريكية لابد أن يفهمها المواطن سواء الفلسطيني أو حتى العربي لنسهل المسألة هو تحدث مع الرئيس عباس كونه هو رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس منظمة التحرير وبالتالي هو يتولى هذه المسألة وعموما لم يتصل به أبدا وهذه المرة الأولى التي يتم بها الاتصال وبالتالي هناك محاولة ابتدائية لفتح هذه القناة هذا لا علاقة له بالحرب لأن محمود عباس لا هو بدأ الحرب ولا هو يستطيع أن ينهيها ولكن هذه جرت العادة الدبلوماسية وفالك للحديث طبعا عن السلام ومحاولات دفع عملية السلام وما إلى ذلك أما الحديث مع نيتنياو فهو حديث مختلف له ثلاثة أسباب سبب الأول أن العمارة التي دمرت اليوم فيها الاسوشياتي بريس وهي وكالة الأنباء الأمريكية وهذه قضية هذه قضية مهمة بالنسبة للأمريكيين بشكل كبير نحن هنا لا نتحدث عن صحيفة موجودة في جنوب أفريقيا نحن نتحدث عن وكالة الأنباء الأمريكية القضية الثانية القضية الثانية التي يجب أولاك يعني شبان مدينة القدس يحتفلون لعلهم القضية الثانية تتعلق بأن هناك جلسة لمجلس الأمن إسرائيل منعت خلال جلستين لمجلس الأمن بأن يكون هناك انتقاد لإسرائيل ولربما لن تستطيع أن تنضي قدمها بالجلسة الثالثة والقضية الأخرى هو الضغوط التي تمارس على جو بايدن هو من حزب الديمقراطي الحزب الديمقراطي هناك جزء كبير منه الذي يطالب وقف الحرب على قطاع غزة نهيك عن أولئك الذين يطالبون بإنهاء الأزمة الإنسانية في حي الشيخ جراح وكما تعلم بأن إدارة بايدن نختلف عن إدارة ترامب إدارة بايدن هي أميل على أي حال يا أحمد ذكرت لي أن تدار الحرب هناك ما يقال وهناك ما يتم تنفيذه على الأرض ترجمة نانسي قنقر